لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما هي مناسك الحج؟ لماذا الإحرام بهذه لا هيئة؟ لماذا يطوف الناس حول الكعبة؟ كيف يرمي؟ ولماذا يرمي؟ ولماذا يذبح؟ مجموعة من الأسئلة التي تحيط بمناسك الحج هذا هو موضوعنا مع ضيفنا شيخ الدكتور أحمد الفودعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرحبا بكم مشاهدين الكرام لازلنا وإياكم نسير مع حجاج بيت الله الحرام وصلنا وإياكم إلى ذلك المسير الذي نقف فيه في عرفة ونأخذ الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النسك مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد من سعيد الفودعي عضو لجنة الاستفسارات الشرعية بجزارة الأوقاف والشواني الإسلامية مرحبا بك شيخ نامح إياكم الله أكبر كنا قد وصلنا في الحلقة السابقة متعلق بالمبيت بميناء ليلة عرفة وأصبحنا الصبح الفجر وانتظرنا حتى تطلع الشمس وتحرك الناس إلى عرفة ما الأحكام الشرعية والأحكام الفقية المتعلقة في هذا اليوم وهو يوم عرفة يوم عرفة فيه الركن الأعظم الركن الحج الأكبر كما قال النبي سلام الحج عرفة وهو الوقوف بعرفة ووقت هذا الوقوف يبدأ من زوال الشمس يعني من دخول وقت صلاة الضر قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استرحق قبل الوصول إلى عرفة في نمرة وضعت له الخيمة فاسترح فيها فالحجاء الآن يتحركون مباشرة طبعا من ميناء إلى عرفة قد يصلوا العرفة قبل الضر فنقول للحاج يستحب لك أو ينبغي لك في هذه الحالة أن ترتاح تعطي قسدك حظه من الراحة ترتاح تنام إذا أردت أن تنام أو ما شكل ذلك قبل الظهر فإذا لم تكن بحاجة إلى الراحة فاشتغل بذكر الله تعالى لأنك حاج الوقوف يبدأ كما قلت من زوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر يوم العيد يوم النحر يوم العاشر يعني فوقته إذن من زوال الشمس إلى طلوع الفجر والحنابي لا يقولون يبدأ من قبل ذلك يعني من قبل الزوال من طلوع الفجر هذا الوقت الطويل يجب على الحاج أن يجمع في الوقوف يعني في الحضور لما نقول الوقوف بعرفة يعني الحضور في عرفة الحضور أو المكوث في عرفة سواء كان واقفا أو قاعدا أو متقعا راكبا أو غير راكب لا يضر المهم أن يكون حاضرا في عرفة وهو عاقل غير مغمى عليه فإذا حضر في عرفة فيجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار يعني يجب عليه أن يمضي قليلا من النهار مع قليل من أول الليل وإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه باتفاق الأئمة يعني إذا وقف في النهار واستمر وقوفه إلى أن غربت الشمس ثم دفع من عرفة أو خرج من عرفة بعد غروب الشمس فقد أدى ما عليه باتفاق الأئمة باتفاق العلماء إنما يختلفون فيما لو وقف الإنسان في النهار فقط ثم خرج من عرفة وماذا عليه أو العكس وقف في الليل فقط ولم يأتي في النهار هناك مسائل خلافية كثيرة بين العلماء لكن الذي عليه العمل الآن أن الحجاج لا يسمح لهم أصلا بالخروج من عرفة إلا بعد غروب الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى غربت الشمس حتى غاب القرص تماما ثم دفع عليه الصلاة والسلام فهذا هو ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة الحضور في عرفة عرفة طبعا منطقة جغرافية لها حدود ومعالم وعليها علامات وعلى الحاج أن ينتبه أنه واقف داخل هذه الحدود داخل عرفة لأنه لو خرج الوقت وهو لم يصي إلى عرفة فاته الحج فاته الحج ويترتب على هذا الفوات أمور أنه يلزمه القضاء ويلزمه كذا ويلزمه كذا إلى آخر فينتبه إلى أنه واقف داخل الحدود اليغرافية لمنطقة عرفة في أي مكان في عرفة وقف أجزأه الوقوف ولا يشترط الوقوف في مكان معين وليس من السنة عند كثير من علماء الوقوف على الجبل الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف فحيث وقف الحاج داخل حدود عرفة فقد أدى هذا الركن هو اللقوف في عرفة في هذا اليوم في يوم عرفة يستحبل أكثر من الدعاء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة كما نعلم في فضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عشية عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريكة له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر جامعة تقديم جامعة تقديم إذا صلى العصر فإنه لا يشرع له أن يصلي بعد ذلك بعض الحجاج يقع في خطأ فيتنفل ويتقرب إلى الله تعالى بالصلاة بعد أن كان قد صلى العصر قد صلى الظهر والعصر جامعة تقديم فمادام قد صلى العصر فإن الصلاة حرام عليه حتى تغرب الشمس فلا يشرع له أن يتقرب إلى الله تعالى بالتنفل يتنفل بالصلاوات ماذا يفعل إذن؟ يدعو يكثر من الدعاء يكثر من ذكر الله من قراءة القرآن ويدعو بما شاء من الدعاء التسبيح، التهليل، التكبير ومن فضل الله تعالى أنه ينقلنا من عبادة إلى عبادة حتى نطرد عن نفس هذا الملل فننتقل في هذه العبادات ندعو جماعا إذا شئنا جماعا لمن لا يحسن الدعاء ندعو فرادا نكثر من ذكر الله تعالى ونبقى على ذلك حتى يحين الوقت الذي نتحرك فيه من عرفة طبعا يركبون الباصات عادة أو يتحركون الآن إلى التوجه إلى تنظيم أنفسهم والبوابات ونحو ذلك من أجل القطار أو ما شكل ذلك هذا كله لا يزال أنت واقف في عرفة فيستغل الإنسان وقته سواء كان واقفا جالسا راكبا غير راكب يعتبر نفسه أنه لا يزال في عرفة فيشتغل بأعمال يمعرفة من الذكر والدعاء حتى يتسنى له الخروج فإذا خرج من عرفة يتوجه إلى مزدلفة وهي أيضا بقعة بين ميناء وعرفة إلا أنها داخل حدود الحرم داخل منطقة الحرم المبيت في مزدلفة أمر الله تعالى الحجاج بالإتيان إلى مزدلفة وأن يقفوا عند المشاعر الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة كما قلت بعدها وروب الشمس وأخر صلاة المغرب إلى مزدلفة فلما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعة أخير وقصر العشاء لأنه عليه الصلاة والسلام كان مسافراً فالمسافرون أيضاً يقصرون فيجمعون في مزدلفة جمعة أخير والغالب أنهم لا يصلون مزدلفة قبل العشاء الغالب هذا لكن لو وصل الإنسان مزدلفة قبل العشاء فإنه يصلي المغرب يصليها له أن يصلي المغرب لأنه وصل في الوقت النبي عليه السلام لم يصل مزدلفة إلا بعد أن خرج وقت المغرب وبالتالي صلىها جمعة أخير وبالتالي أخر المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة فصلى جمعة أخير إذا صلى المغرب والعشاء جمعة أخير فإنه يستحب له عند كثير من العلماء أن يصلي صلاة الوتر لأن صلاة الوتر داوم عليها النبي صلى الله 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 في صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله السنة أن ينام السنة أن ينام ويرتاح يعطي حظه نفسه حظها من الراحة استعدادا لأعمال يوم النحر وهو أكثر أيام الحج عملا أكثر الأعمال هي في اليوم العاشر فينبغي له أن يرتاح ولو كان ممن سيتحرك بعد منتصف الليل من مزدريفة ينبغي أن يرتاح له هذه الساعتين ثلاث الساعات فلا يشتغل بالحديث والقال والقيل ينبغي أن ينام ويرتاح إذا استطاع فإذا لم يستطع ينبغي أن يشتغل بذكر الله تعالى بعد منتصف الليل يبدأ وقت التحرك من مزدريفة لمن شاء أن يتحرك بعد منتصف الليل وعند المالكية لا يتحدد بمنتصف الليل له أن يتحرك قبل ذلك لكن الجمهور على هذا الشافعية والحنابلة يقولون بعد منتصف الليل يعني نحسب الساعات من الغروب إلى الفجر ونقسم نصفين بعد منتصف الليل يجوز لكل الحجاج أن يتحركوا من مزدريفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدريفة لأنه كان قويا قادرا فبقي عليه الصلاة والسلام وأذن للنساء وأذن للضعفاء يعني المرضى وكبار السن ونحوهم أذن لهم في أن يتحركوا بعد منتصف الليل فنحن ننصح دائما الضعفاء وننصح النساء بالتحرك بالأخذ بهذه الرخصة النبوية حتى عائشة بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدريفة رضي الله عنه ولم تتحرك ثم ندمت بعد ذلك بعد موت النبي عليه وسلم في سنوات عمرها اللاحقة ندمت أنها ما أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الحاجة أن يأخذ برخصة حيث وجد رخصة ولا يوقع نفسه في الرهق والتعب فبعد منتصف الليل يجزل كل الناس أن يتحركوا من شاء أن يطبق السنة من من يقدر عليها ملاقوية يبقى في مزدريفة إلى ما بعد الفجر فيقف عند المشعر الحرام ويدعو الله تعالى الذي تحرك بعد منتصف الليل نقول له قبل التحرك ينبغي لك أن تكون قد ذكرت الله تعالى ودعوته بما تشامل دعيه فهذا أيضاً مقام من مقامات الأدعية إذا تحرك من مزدريفة بعد منتصف الليل فقد أدى ما عليه أدى المبيت الواجب في مزدريفة في مزدريفة إذا لم يفعل هذا المبيت يكون تاركاً لواجب وعليه أن يجبره بدم إلا إذا تركه لعذر من الأعذار فإذا تركه لعذر يسقط عنه هذا الدم الله يبارك فيك نفعل بك شيخ حمد الفودعي إن أذنت لنا وأذن لنا المشاهدين الكرام ننتقل إلى فاصل ومن ثم نعود لنكمل ماذا على الحاجة أن يفعله في يوم النحر الذي هو يوم العج والثج مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرحباً بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى نتحدث في مناسك الحجي وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعيد الفودعي عضو لجنة الاستفسارات الشرعية بجزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي مرحباً بك شيخنا وصلنا إلى يوم النحر من بعد التحرك إما من تحرك بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر ماذا عليه من أعمال في هذا اليوم؟ في يوم النحر يبتدأ الحاج برمي جمرة العقبة يعني السنة هكذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تحرك من مزدلفه بدأ برمي جمرة العقبة العقبة هي الطريق في الجبل كان بجانبها جبل فسميت جمرة العقبة لأنها ملاصقة للعقبة الآن بدون جبل لكن تعرف بأنها الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى في يوم العيد فيبدأ الحاج برمي جمرة العقبة يرميها بسبح حصيات هذه الحصيات يكون قد أخذها معه من مزدلفة في هذه الأيام نحن ننصح الحقاق أن يأخذوا الحصاء من مزدلفة لأنه يعسر عليهم يصعب عليهم أن يجدوا حصاء في ميناء ليس لأن السنة أن يأخذ الحصاء من مزدلفة لكن لأنه قد لا يحصل على حصاء فهذه الحصوات التي سيرمي بها يكون قد جمعها من مزدلفة يرميها بسبح حصيات يجعل مكة على يساره وميناء على يمينه ويكبر مع كل حصاء يرميها بسبح حصيات ويحرص على أن تكون الحصاء مرمية في الحوض وقعه في الحوض لأن المرمى مكان محدد شرعا إذا رمى الحصاء إلى غيره لا تعتبر ولا تعد له فلابد أن يرمي هذه الحصات في الحوض يرميها بسبح حصيات وكبر مع كل حصاء وهنا ينتهي وقت التلبية للحجاج بدأت وقت التكبير يعني دخل وقت التكبير برمي جمرة العقبة فيرمي جمرة العقبة هذا العمل الأول من أعمال يوم العيد ثم بعد رمي جمرة العقبة ينحر هديه أو يذبح هديه إذا كان له هدي النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه لأنه كان قارناً وقد أهدى مئة من الإبيل عليه الصلاة والسلام ونحر 63 بيده الشريفة وأمر علينا النحر الباقي قالوا العلماء نحر بعدد سنوات عمري عليه الصلاة والسلام فينحر يذبح الآن الواقع العملي الآن أن الحجاء قد وكلوا غيرهم ليذبح عنهم فهذا العمل الثاني إذن سيقوم به غيره وهو الزبح العمل الثالث الحلق أو التقصير يعني التحلل الحلق أو التقصير فالسنة أن يحلق يعني يستحب له أن يحلق والنبي عليه السلام دعا المحلقين بالمغفرة ثلاثا بالرحمة ثلاثا ودعا لي المقصرين مرة فإذا شاء أن يقصر لا حرج عليه المرأة تقصر بقدر الإنملة من طرف ضفائرها فإذا فعل هذه الأعمال يكون قد تحلل التحلل الأول يش معنى التحلل الأول يعني حلت له كل محظورات الإحرام ممنوعات الإحرام كلها صارت حلال إلا النساء وما يتعلق بهن إلا النساء وما يتعلق بهن العمل الرابع بعد أن رمى وذباح ثم وحلق وحلاق وقصر هنا يستحب له أن يتنظف ويتطيب ويلبس ملابسه ثم يتوجه إلى مكة لأداء الركن الحج الآخر وهو طواف بالكعبال يسمى طواف الإفاظة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الزيارة له ثلاث أسماء فيطوف بالبيت سبعة أشواط على الوصف الذي وصفنا من كونه يعني يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر ويشتغل بذكر الله تعالى والدعاء وغير ذلك لكنه سيكون لابس لملابسه إذا كان قد فعل الأعمال السابقة ثم إذا كان متمتعا فإن عليه السعي الحج الآن سيسعى سعي الحج وكذلك القارنة والمفرد إذا لم يكن قدم السعي بعد طواف القدوم فعليه نسعى بين الصفاء والمروى يجوز أن يكون الطواف في يوم العيد ويجوز أن يؤخره عن يوم العيد اليوم الثاني اليوم الثالث والسعي كذلك يجوز أن يكون مع الطواف في يوم العيد ويجوز أن يؤخره إلى اليوم الثاني واليوم الثالث لأنه بعض الحجن قد يشق عليه أن يفعل كل الأعمال يوم العيد فإذا أعمال يوم العيد أربعة أولها الرمي ثانها الذبح ثالثها الحلقة والتقصير رابعها الطواف والسعي الطواف والسعي نعدهما شيئا واحدا السنة أن يرتبها هكذا بهذا الترتيب النبي عليه السلام فعل هكذا ماذا إن قدم أو أخر لو قدم أو أخر لا حرج وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيقول فعلت كذا قبل كذا يقول ارمي ولا حرج افعل ولا حرج فالقاعدة الشرعية هنا في هذا اليوم افعل ولا حرج فيجوز تقديم بعض هذه الأمور على بعض إذا فعل اثنين إذا فعل اثنين من الثلاثة باستثناء الذبح يعني نخرج الذبح نخرج الذبح فتبقى معنا ثلاثة أعمال اللي هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف مع السعي هذه ثلاثة أعمال إذا فعل اثنين منها كيف ما فعل أي شيء بدأ به إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يحل التحلل الأول فإذا فعل الثالث يحل التحلل الكامل يعني يحله كل شيء بما في ذلك النساء فإذا فرغ من طواف الإفاظة إذا انتهى من طواف الإفاظة والسعي فالسنة أن يرجع إلى ميناء والنبي عليه الصلاة والسلام رجع إليها فصلى بها الظهر صلى بها الظهر مع أنه قد صلى الظهر في مكة فظاهر أنه صلى الظهر مرتين صلى الظهر في مكة ثم لما رجع إلى أصحابه صلى بهم الظهر أيضا مرة ثانية في ميناء فإذا استطاع الحاق أن يرجع إلى مكة قبل الظهر فهذا أحسن حتى يصلي بها الظهر إذا لم يستطع فالواجب عليها أن يكون موجود في ميناء في هذه الليالي القادمة معظم الليل يعني أكثر أكثر الليل نصف الليل زائد قليل إذن لا يشترط أن يكون موجود في النهار في ميناء يمكن أن يؤخروا فيصليون ميناء قبل غروب الشمس في هذه الليالي القادمة الليالي 11 وليالي 12 وليالي 13 ليالي ميناء الواجب على الحاج إذا كان متعجلا يعني لن يتأخر لن يبقى الأيام الثلاث كلها في ميناء سيقتصر على يوم 11 و12 سيبقى يوم 11 و12 هذا المتعجل وغلب الحجاج متعجل متعجلون عجلون أيها فالمتعجل يجب عليه أن يبيت ليلتين يبيت ليلتين في ميناء يبيت بمعنى كما قلنا يتواجد في ميناء أكثر ساعات الليل نصف الليل زائد قليل سواء من أول الليل أو من وسط الليل أو من آخر الليل ويجب عليه أيضا أن يرمي الجمرات في أيام التشريق أيام التشريق اللي هي 11 والثاني عشر بالنسبة للمتعجل والثالث عشر بالنسبة لمن تأخر فيجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب الجمر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى يرمي كل واحدة بسبع حصايات ويرتب بينهن على هذا الترتيب من عجز عن الرمي لكبر لا يستطيع أصلاً أن يذهب أو لمراض أو غير ذلك له أن يوكل من يرمي عنه أما المرأة فلا توكل لكونها مرأة كما يفهم بعض الناس خطأاً بما أنها مرأة لأنها مرأة فلا توكل لا المرأة ترمي بنفسها وتتحين الأوقات التي يكون الزحام فيها قليلاً والحمد لله الآن في الوضع الجديد بعد بناء القسور حول الجمرات صارت الأمور سهلة متيسرة وخاصة في الليل ويجوز الرمي ليلاً فيجب على كل حاج أن يرمي إذن هذه الجمرات في أيام التشريك كما قلت المتعجل يومين والمتأخر ثلاثة أيام أنا أذنت لي شيخنا بس قبل أن نتجاوز النقطة قضية الرمي والتوكيل هو أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بهذا الترتيب إن وكله أحد أن يرمي عنه فهل لا بد عليه أن يكمل ثم يعود أو أن يكمل بعض العلماء يقول هكذا يقول يرمي عن نفسه أولاً الجمرات كلها ثم يرمي عن من وكله الجمرات كلها وبعضهم يرخص بهذا فيقول له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرمي بعد ذلك عن من وكله وهكذا وهذا القول فيه تيسير لكن إن استطاع القول الأول فهو أحوط وأحسن فيرمي كما قلنا الجمرات فإذا انتهى من رمي الجمرة في اليوم الثاني عشر وكان ممن يتعجل فيجب عليه أن يغادر ميناء قبل أن تغرب عليه الشمس إذا غربت عليه الشمس وهو باق في ميناء جالس مش مستعد للسفر يعني راكب الباص مثلا إذا غربت الشمس وهو في أهبة والاستعداد للسفر لكن منع بسبب مانع معين فهذا كأنه منتقل كأنه ماشي يعني أما إذا رجع واستراح في الخيمة وظل مستريح في الخيمة ينتظر حتى غربت شمس يوم الثاني عشر فإنه يجب عليه أن يبيت هذه الليلة ويجب عليه أن يرمي اليوم الثالث ويكون من المتأخرين وليس من المتعجلين فإذا انتهى من أعمال ميناء هذه التي ذكرناها وهي المبيت ليلا ورمي الجمار ويستحب له أن يبقى في ميناء ليلا ونهارا يعني ما يخرج منها لكن يجوز له كما قلت أن يخرج الواجب عليه أن يكون موجود أكثر ساعات الليلة يكون انتهى إذا من أعمال المناسك وماذا يبقى عليه بعد ذلك جاء في الأحاديث أن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه يعني إذا انتهوا من أعمال ميناء صاحب الطايف يرجع من ميناء جهة الطايف وصاحب كذا يرجع من كذا فكانوا يتفرقون كذا تفروا غير نظامي يعني فالنبي عليه السلام لم يعجبه هذا فأمرهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني أن يختموا أعمالهم بالرجوع إلى البيت والطواف بالكعبة طواف الوداع طواف الوداع ثم ينطلقون بعد ذلك فهذا الطواف الأخير وهو طواف الوداع طواف واجب عند جماهير العلماء خلافة المالكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ولأنه رخص للمرأة المريضة زوجته أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة فلو كان يسع تركه لا تركه المريض لكن رخص الله عليه الصلاة والسلام أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة فهذا الطواف طواف واجب ويجب على الإنسان أن يجعله آخر أعماله يعني آخر الأعمال التي يؤديها بحيث لا يبقى في مكة بقاء اختياريا يعني باختياريا يروح يطوف وباقي وعارف أنه تو وباقي له يوم مثلا في مكة فهذا لا يعتبر طواف وداع عند الجمهور ويجب عليها أن يعيده مرة أخرى فلابد أن يكون هذا الطواف ملتصقا بالرحيل ملتصقا بالسفر لكن الآن الرحيل أو السفر يحتاج إلى لحظات أو ساعات أحيانا من الإعداد والانتظار وترتيب الحجاج من أقلين يركبوا وتجميعهم فهذا الوقت كله ما دام في انتظار الانتقال في انتظار السفر فإنه لا يقال عنه بأنه إيش ماكث أو باقي في مكة بقاء اختياريا فإذا طاف واستعد للسفر وسافر يكون قد أدى الطواف إن شاء الله في وقته نفعل بك شيخ أحمد الفودعي سعدنا بك في هذه الحلقات الثلاث ونحن نتحدث عن هذه المناسك مناسك الحج رزاقنا الله وإياك حج بيته الحرام والمشاهدين الكرام إن أدنت لنا شيخ أحمد في رسالة ختمية أخيرة في التفقه في دين الله سبحانه وتعالى واتفق بهذه العبادة العظيمة قبل أداء هذه الطاعة التفكر التفقه 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 فريض على كل مسلم في كل شأن يمارسه حتى أعماله الدنيوية يجب عليه أن يتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قد بدأنا به حلقاتنا هذه قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريض على كل مسلم والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه فالعلم سابق والعمل لاحق والله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يصف نفسه للناس فقال قل هذه سبيل يدعي لله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالبصيرة مطلوبة للإنسان يجب عليها أن لا يفعل الشيء إلا على بصيرة على مراد الله تعالى على الطريقة التي شرعه الله تعالى وهذا لا يمكن أن يعرفه إلا بأن يتفقه فيجب على الإنسان أن يتفقه في أحكام الحج والعمر قبل الذهب لهم كما يجب على صاحب المال أن يتفقه في أحكام الزكاة كما يجب على البائع والمشتري أن يتفقه في أحكام البيع والشراء ويجب على الموظف أن يتفقه في أحكام الوظيفة اللازمة له وهكذا كل إنسان يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل الذي سيتلبس به حتى لا يقع في الخطأ فيأثم ويعاقب عليه بارك الله فيك فضل الشيخ الدكتور أحمد بن سعيد الفوداعي عوضو لجنات الاستفسارات الشرعية بجزارة الوقافة والشؤون الإسلامية وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل من الحجاج حجهم نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ترجمة نانسي قنقر